أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبانه والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ببطع الميزان ألا تطغوا في الميزان وقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحفظ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالففار وخلق الجان من مارد النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى ضجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات ما الأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الصقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من قطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم آشواذ من نار ونحاص فلا تنتصران أبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت مردة كالدهان أبأي آلاء ربكما تكذبان فيوم إذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جاجان أبأي آلاء ربكما تكذبان أبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل أبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربكما تكذبان أبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش مطائمها من استبرق وجن الجنتين دان أبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاصرات القرف لم يطبسن إنص قبلهم ولا جان أبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهم الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهام تارف بأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان مدهام تارف بأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مدهام تارف بأي آلاء ربكما تكذبان لم يطبخهن من سم قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهام تارف بأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإقراء بأي آلاء ربكما تكذبان